بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وأعاد علينا رمضان بالخير والبركة عندما نقف مع الشباب ومع الفتيان ومع الأشبال ومع الأطفال في هذا الشهر الكريم لابد أن نفقها مقومات الشباب الحقيقي تجاه رمضان حينما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب حارث كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمناً حقاً قال انظر ماذا تقول يعني تحقق من كلامك حينما يقول الإنسان مؤمن أنا مؤمن بالله أو أصبحت مؤمناً أو دخلت أجواء رمضان وأنا مؤمن حقاً قال فانظر ماذا تقول أي لا بد أن تحقق لهذه المقولة العظيمة لها أركانها تحقق لها أركانها تحقق لها سماتها قال فأخذ حارث يتكلم عن السمات التي تلائم هذا الإيمان الذي ادعاه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصبحت نفسي عازفة عن الدنيا يعني هذا أول السمة تعزف نفس الإنسان عن الدنيا فالشاب الذي يدخل رمضان وهو يصوم لله يمسك عن الطعام وشراب ويمسك عن الشهوة لا بد أن يفقه أمراً عظيماً وهو أن هذه النفس التي تتوق إلى زينة الدنيا عليها أن تعزف عن الدنيا وعليها أن لا تلتفت إلى الدنيا إنما تلتفت إلى الآخرة ولذلك قال سيدنا علي كرم الله وجهه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ولذلك إذن لا بد أن يفقه الإنسان الشاب المسلم أن الحياة الباقية هي حياة الآخرة فحينما يصوم ويدخل مدرسة الصوم العظيمة إذن هو يفقه أن هذه النفس لا بد أن تربيها على العزوف عن الدنيا وعن ملذاتها أصبحت أن نفسي عازفة أصبحت نفسي عازفة عن الدنيا وقد أسهرت ليلي حالث يقول أسهرت ليلي وقد أضمأت نهاري يعني هو حقق هذه الأمور التي نحتاجها اليوم في رمضان فرمضان لا بد أن نملأه كله عبادة في نهاره وفي ليله فأما الليل فيسهر الإنسان من أجل القيام ومن أجل تلاوة كتاب الله ومن أجل الذكر ومن أجل الاستغفار ومن أجل الدعاء لا من أجل اللهوي ومن أجل السمر وما إلى ذلك نعم ممكن أن يكون هناك جلسة حوار أو جلسة أقارب أو أرحام ولكن لا أن نمضي الليل كله للعب واللهو وما إلى ذلك لا بد إذن أن نضع اللمسات في رمضان فيما يلائم هذا الشهر الكريم وبما يلائم كذلك عمر الشباب وهو الفتوى وهو القوة والنشاط فإذن الشاب يحتاج إلى هذه السمات العظيمة أن تعزف نفسه عن الدنيا وأن يسهر بليله وأن يضمأ الإنسان نهاره وحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيها هذه السمات قال عرفت فالزم فيا شبابنا عليكم أن تلزموا هذه الطاع العظيمة وأن تستثمروا رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات أقول قولي هذا وأستغفر الله وأصلي وأسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة